مرة تلو الأخرى يخضع بنيمين نتنياهو لضغوطات سموتريتش وبنيكفير ويخالف توصيات الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك هذه المرة بخصوص إدخال العمال الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية لإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي رغم ما يعانيه هذا الاقتصاد من نقص غياب أيدي عاملة وإلحاق الأضرار بأصحاب رؤوس الأموال إلا أن بين كفير وسموتريتش بأجندتهما المتطرفة والتي لا تفكر أبعد من عنصريتهما يفرضاني على نتنياهو سياستهما نتنياهو يعرف أنه إذا سقطت هذه الحكومة فلن يتمكن من تشكيل حكومة في المستقبل لذلك يريد المحافظة على 64 رضو كنيسة معه في هذا الاعتلاد لهذا السبب لا يريد أن يغضب الأحزاب اليمينية والأطراف اليمينية في حكومته وبسبب معارضتهما امتنع نتنياهو في جلسة الكابينيت الموسع عن ترحي موضوع السماح للعمال الفلسطينيين في الدخول إلى إسرائيل في هذه الجلسة للتصويت عليها يضغط عدد كبير من شركات البناء في إسرائيل بهدف إدخال العمال الفلسطينيين مسؤولون في الجهاز الأمني قدروا الخسائر المالية للاقتصاد الإسرائيلي نتيجة لهذا الامتناع بستة مليارات شكل شهريا لا يمكن الفصل بين الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد الفلسطيني ورأينا ذلك بعد أحداث 7 أكتوبر حيث أن 150 ألف عامل فلسطيني لم يحضر إلى العمل في إسرائيل منهم حوالي 100 ألف عامل في مجال البناء والنتيجة هي الشلل التام في الورشات وفي البناء ورأينا أنه في حوالي 170 ألف وحدة سكن متعب عطلة الآن للبناء صراع آخر يثبت فيه بنيامين نتنياهو أنه يفضل بقاءه السياسي على مصلحة إسرائيل سياسيا وعسكريا وها هو يثبت أيضا أنه لا يأبه للاقتصاد الذي ينزف بسبب قرار شركائه المتطرفين تحديدا وأن إسرائيل لم تنجح في إيجاد بدائلة وخطة نير بركات وزير الاقتصاد القاضية باستيراد 160 ألف عامل أجنبي بعيدة عن التنفيذ في الوقت الحالي